السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً بكم أعزائي الطلاب في قناتكم Miss Math Plus اليوم سنتعلم كيفية تحويل الكسر العادي إلى كسر عشري حيث يوجد عدة طرق للقيام بذلك في هذا الفيديو سنحول من كسر عادي إلى كسر عشري من خلال قسمة البسط على المقام قسمة طويلة لدينا هنا أربعة أمثلة دعونا نبدأ بالمثال الأول ولنحول الكسر العادي 3 على 5 إلى كسر عشري ولفعل ذلك نقسم البسط 3 على المقام 5 قسمة طويلة فنرسم إشارة القسمة الطويلة ثم نضع البسط 3 أسفل إشارة القسمة ليكون المقسوم والمقام 5 خارج إشارة القسمة ويكون بذلك المقسوم عليه ثم نقسم 3 على 5 فنسأل 5 يوجد بداخل الثلاثة لا يوجد إذن صفر فنضع صفر أعلى إشارة القسمة في الناتج ولمتابعة القسمة يجب علينا أن نمدد العدد 3 قليلاً وذلك باستخدام الأجزاء العشرية الموجودة على يمينه فنظهر الفاصل العشرية التي تختفي دائماً على يمين أي عدد بعد منزلة الآحد مباشرةً ثم نظهر الصفر الموجود في الأجزاء من عشرة على يمين الفاصل العشرية وما قمنا به الآن مسموح تماماً حيث أن العدد الثلاثة الموجود أصلاً هو نفسه العدد ثلاثة فاصلة صفر فهما نفس المقدار ولكن باختلاف طريقة الكتابة حيث مددنا العدد الثلاثة واستخدمنا الأجزاء العشرية فيه الآن يمكننا القسمة باعتبار أن العدد أصبح ثلاثون بدلاً من ثلاثة ولكن قبل ذلك علينا رفع الفاصل العشرية للأعلى حتى نستطيع استخدام الصفر الذي يليها فنقص ثلاثون على خمسة لنحصل على ستة ونضعها أعلى إشارة القسمة الآن نضرب ستة في خمسة ليكون الناتج ثلاثون نضعه مباشرةً أسفل المقصوم عليه ثم نطرف ثلاثون ناقص ثلاثون فيعطي الناتج صفر وانتهت القسمة إذن ثلاثة أخماس تساوي ستة من عشرة وبذلك حولنا الكسر العادي إلى كسر عشري لنرى الآن المثال الثاني ولنحول الكسر العادي واحد على اثنان إلى كسر عشري لفعل ذلك نقسم واحد على اثنان قسمة طويلة فنرسم إشارة القسمة الطويلة ثم نضع البسط واحد أسفل إشارة القسمة في المقصوم والمقام اثنان خارج إشارة القسمة في المقصوم عليه ثم نقسم واحد على اثنان فنسأل كم اثنان بداخل الواحد لا يوجد صفر فنضع صفر أعلى إشارة القسمة لمتابعة القسمة يجب أن نمدد العدد واحد وذلك باستخدام الأجزاء العشرية فنظهر الفاصل العشرية التي تختفي دائماً على يمين أي عدد بعد منزلة الآحد مباشرة ثم نظهر الصفر في الأجزاء من عشرة على يمين الفاصل العشرية الآن يمكننا القسمة باعتبار العدد عشرة بدلاً من الواحد ولكن قبل ذلك علينا رفع الفاصل العشرية للأعلى حتى نستطيع استخدام الصفر الذي يليها فنقسم عشرة على اثنان لنحصل على خمسة نضعها أعلى إشارة القسمة الطويلة الآن نضرب خمسة في اثنان فيعطي الإجابة عشرة نضعها تحت المقسوم عليه ثم نطرح عشرة ناقص عشرة فيعطي الناتج صفر وانتهت القسمة إذن واحد على اثنان أو نصف يساوي خمسة من عشرة الآن لننتقل لنرى المثال الثالث وهنا نريد أن نحول الكسر العادي ثلاثة على أربعة إلى كسر عشري بفعل ذلك نقسم ثلاثة على أربعة قسمة طويلة فنرسم إشارة القسمة الطويلة ثم نضع البسط ثلاثة أسفل إشارة القسمة في المقسوم والمقام أربعة خارج إشارة القسمة في المقسوم عليه ثم نقص ثلاثة على أربعة فنسأل كم أربعة يوجد بداخل الثلاثة؟ لا يوجد إذن نضع صفر أعلى إشارة القسمة في الناتج ولمتابعة القسمة يجب علينا أن نمدد العدد الثلاثة قليلا وذلك باستخدام الأجزاء العشرية فنظهر الفاصل العشرية التي دائما ما تختفي إلى يمين منزلة الأحد ثم يظهر الصفر في الأجزاء من عشرة على يمين الفاصل العشرية الآن يمكننا القسمة باعتبار العدد الثلاثين بدلا من الثلاثة ولكن قبل ذلك علينا رفع الفاصل العشرية للأعلى سنستطيع تجاوزها واستخدام الصفر الذي يليها فنقصل ثلاثون على أربعة لنحصل على سبعة فنضع السبعة أعلى إشارة القسمة في الناتج ثم نضرب سبعة في أربعة ليكون الناتج ثمانية وعشرون نضعها مباشرة أسفل الثلاثون ثم نطرح ثلاثون ناقص ثمانية وعشرون فيعطي الناتج إثنان لم تنتهي القسمة لأن الباقي لا يساوي صفر بل يساوي إثنان لذلك نضيف صفر آخر إلى العدد المقسوم فنظهر الصفر الموجود بالأجزاء من مئة وهذا الصفر لا يؤثر على العدد فيبقى العدد كما هو يساوي القيمة الثلاثة التي بدأنا بها الآن ننزل هذا الصفر بجوان الإثنان فتصبح عشرون بدلا من إثنان نقسم عشرين تقسيم أربعة فيعطي خمسة نضعها في الناتج إلى يمين السبعة ثم نضرب خمسة في أربعة فيعطي عشرون نضعها أسفل العشرون ثم نطرح عشرون ناقص عشرون فتعطي الإجابة صفر وهنا انتهت القسمة وبالتالي الكسر العادي ثلاث أرباع الذي بدأنا به يساوي الكسر العشري خمسة وسبعون من مئة بنفس الطريقة لنرى المثال أربعة ولنحول الكسر العادي تسعة على خمسة وعشرون إلى كسر عشري ولفعل ذلك نقسم البس تسعة على المقام خمسة وعشرون قسمة طويلة فنرسم إشارة القسمة الطويلة ثم نضع البس تسعة أسفل إشارة القسمة والمقام خمسة وعشرون خارج إشارة القسمة ثم نقسم تسعة على خمسة وعشرون فنسأل كم خمسة وعشرون يوجد بداخل التسعة؟ لا يوجد صفر فنضع الصفر أعلى إشارة القسمة لمتابعة القسمة يجب أن نمدد العدد التسعة قليلاً وذلك باستخدام الأجزاء العشرية فنظهر الفاصل العشرية التي تختفي دائماً على يمين منزلة الآحد ثم نظهر الصفر في الأجزاء من عشرة على يمين الفاصل العشرية هذا العدد يساوي نفس التسعة ولكن أظهرنا الأجزاء العشرية التي بداخله الآن يمكن القسمة باعتبار العدد تسعون بدلاً من تسعة ولكن قبل ذلك علينا رفع الفاصل العشرية للأعلى حتى نستطيع استخدام الصفر الذي يليها ثم نقسم تسعون على خمسة وعشرون فنسأل كم خمسة وعشرون في التسعون؟ الإجابة ثلاثة فنضعها أعلى إشارة القسمة بالناتج ثم نضرق ثلاثة في خمسة وعشرون ليعطي الناتج خمسة وسبعون نضعها أسفل التسعون مباشرة ثم نضرح تسعون ناقص خمسة وسبعون لتعطي الناتج خمسة عشر لم تنتهي القسمة نعود للأعلى ونضيف صفر آخر في منزلة الأجزاء من مئة ثم ننزل هذا الصفر ليصبح العدد مئة وخمسون الآن نقسم المئة وخمسون على خمسة وعشرون فتعطي الناتج ستة ثم نضرب ستة في خمسة وعشرون ليعطي مئة وخمسون الآن نطرح مئة وخمسون ناقص مئة وخمسون ليعطي الناتج صفر إذن انتهت القسمة وبالتالي الكسر العادي تسعة على خمسة وعشرون يساوي الكسر العشري ستة وثلاثون من مئة هقد تعلمتم أصدقائي كيف يمكن أن نحول أي كسر عادي إلى كسر عشري وذلك باستخدام القسمة الطويلة أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو واذكركم دائما بضرورة الاستمرار على التدرب على هذه المهارات الحسابية المهمة ولا تترددوا في مشاركة الفيديو مع أصدقائكم ومن يحتاج إليه وإلى لقاء آخر دمتم في أمان الله